انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري ميدوزا 12 والذي يستمر عدة أيام بنطاق مصرح عمليات البحر المتوسط وبمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية وكل من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن ورومانيا والكنغو بصفة مراقب يشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات المشتركة بالإضافة لتبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف